طيب عايزين نزود الاستثمارات عشان نعرف نتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية عايزين طيب هنعمل ايه تعال نشوف في 21 22 كانت الاستثمارات الحكومية التحسين الخدمات اللي بتقدم للمواطن وعشان اعرف اخلق فرص عمل كانت 343 40 مليار و 400 مليون قلنا لازم نزود فزادوا بقوا 376 مليار و 400 مليون الزيادة نسبتها التسعة و 6 من عشرة علشان اعرف احسن لك الخدمات اللي بتقدم للمواطن ده على سبيل المصال الحصر وعخلق فرص عمل قدر الامكان تعال نشوف البنود بتاعة هيكل الاستثمار او ابرزها تحديدا بص البنود وده بضو في اطار انك تبقى شايف كل حاجة بالبندي يعني من ابرزها الشؤون الاقتصادية تقريبا 75 مليار الاسكان والمرافق المجتمعية تقريبا 65 مليار لان انا يعني عملت بس عملية تقريبية لحتة متعلقة بـ 2 من 10 في المية قطاع التعليم هشلك لـ 2 من 10 يا عم تبقى 45 مليار قطاع الصحة 34 مليار الشباب والثقافة والشؤون الدينية 7.5 مليار فيه 3 و 8 من 10 مليار جنيه بتوع ايه؟ فيه الضريبة العقرية بالقانون لازم تسدد مفيش حاجة اسمها اعفة طيب انا عاوز اشجع الصناعة فاعمل ايه؟ ما اقدرش اقع في القطاع الصناعي من الضريبة العقرية ما اقدرش بالقانون ما اقدرش دخل بقى الدولة ما اقدرش ليه؟ عشان دي دولة قانون مش دولة هزار ما اقدرش يقوم ايه اللي يجرى؟ ان الحكومة هي اللي تدفع الضريبة العقرية عن القطاع الصناعي لازم تتسدد طب القطاع الصناعي عايز اشجعه فعايز اقل للأعباء اللي علي طب انا هشيل من عليك الضريبة العقرية ينفع لا ما ينفعش يبقى لازم حد يسددها مين اللي يسددها الدولة 3 و 8 من 10 مليار جنيه لمدة 3 سنين عشان تعرف تدعم الصناعة وتشجع الانتاج تعديل المعاملة الضريبية لسنديق الاستثمار علشان نعرف نشجع الاستثمار المؤسسي الانفستمنت فونز للناس يعني اللي شوية متخصصة او اللي فاهم القص الاعباء المالية اللي نتج عن خفض سعر الكهرباء للنشاط الصناعي خفض سعر الكهرباء للمستثمر القصة هنا مش انه مستثمر قصة هنا انه دراجل بيصنع بينتج يعني بيشغل ناس فانا عايزه يستمر في تشغيل الناس وعايزه يشغل ناس اكتر وعايزه ينتج اكتر فروح ما خفضله شوية في الكهرباء طيب وبعدين يعني ده معناها ان انا مش هحسبه لا هو لازم حد يدفع ضد ضريبة العقرية مين اللي هيدفع بردو الدولة فتدفع خمسة مليار جنيه سنويا يعني الفلوس اللي كانت هتخش هي هتخش بس باشلها من على المصنع ده وانا الدولة اللي هشيل ماشي ابرز الاجراءات اللي اتخذتها الدولة في اطار الازمة لتشجيع الاستثمار زي ما كنا بنقول اعفاء سنديق الاستثمار والاوعية المستثمرة المستثمرة في البورصة من الضريبة ده واحد 50% من الاستثمارات الحكومية وجهت لمشروع او توجه كمان يعني موجهت وهي استمر التوجيه لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات جديد بالذكر ان حضرتك انت مصر دولتك وطنك العظيم هيستضيف قمة المناخ باذن الله في نوفمبر القادم تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية والاحكام والاجراءات حتى 31 ديسمبر يعني الحد نهاية عام 2022 اتنين وعشرين